موسيقى 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 في سلسلة دراستنا في رسالة تانية من معلمنا بولس الرسول الى اهل كورنسوس وصلنا الاسحاح 12 وزي ما شفنا المرات اللي فاتت ان في الاسحاحات الاخيرة بيدافع معلمنا بولس الرسول عن رسوليته وكنت قلتلكم قبل كده ايه اهمية هذا الدفاع ان الناس تتطمن ان الايمان اللي استلموه ايمان مظبوط وما يتزعزعوش عن هذا الايمان وبولس الرسول زي ما شفنا وبنشوف دلوقتي كان زي اللي ماشي على حبل يعني افتخر ادافع ولا اسكت لو دافع معناها بيثبت الناس في الايمان ولو سكت معناها هو يحتمل الاتهامات الباطلة والظلم الواقع عليه عشان كده يقول في بداية الاسحاح 12 انه لا يوافقني ان افتخر لا يوافق معناها مايصحش زي ما قال كل الاشياء تحل ليه ولكن لاست كل الاشياء توافق يعني مايصحش ومع ذلك فاني قاتي الى مناظر الرب واعلاناتي بولس الرسول اكتر من مرة يشوف رؤى ومناظر واعلانات عايزي تمنهم يعني ابوكم لرباكم معلمكم الايمان فيه اتصال بين وبين السماء وشفت ربنا وشفت السماء وشفت مناظر جميلة وذكر لنا احد هذه الاعلانات شوف طريقته هو بيوصف يقول اعرف انسانا في المسيح قبل اربع عشر سنة ما قالش انا الواحد بس هو يوصد نفسه اعرف انسانا في المسيح قبل اربع عشر سنة يعني قاعد كاتم الرؤية دي اربع عشر سنة مايتكلمش عنه وبكل تأكيد محدش فينا يحتمل ان فيه سر محدش يعرفه غيره يقعد ساكت عليه اربع عشر سنة وبعدين يضطر يكتبه ويقول عنه معلومات بسيطة عشان بس يطمن المؤمنين ان هما ماشيين صح بيوصف الرؤية يقول ايه افي الجسد لسته اعلى ام خارج الجسد لسته اعلى الله يعلم يعني ايه افي الجسد ام خارج الجسد يعني عايز يقوله انا ساعتها كنت عايش وربنا وراني الرؤية ولا موت وخرجت من الجسد وروحي راحت الفردوس ورجعت تاني اه لا انا مش عايش الله وحده يعلم اختطف هذا الى السماء الثالث ايه السماء الثالثة هيقول بعدها هي الفردوس طب ليه سماها السماء الثالثة لان احنا قدامنا السماء اللي بنشوفها يسموها السماء الاولى اللي فيها الطيور وفيها السحاب وفيها الهواء وفيها الطيارات بالطير السماء الثانية هي الفضاء اللي هو بره القرى الارضي والسماء الثالثة هي الفردوس طب فيه سماء تانية فيه حاجة اسمها سماء السماوات طبعا اليهود بيعتبروا فيه سبع سماوات لكن احنا ما عندناش المعلومة دي احنا كل اللي عرفنا ان فيه سماء الثالثة وبعدين فيه سماء السماوات اللي هي دخلها المسيح واحده يوم صعوده يا ترى امتى حصلت الرؤية بتاعت بولس دي عندنا معلومتين واحدة في اعمال 14 لما جم يهود من انطقيا وايكونيا واقنعوا الجموع فرجى موبولس وجروه خارج المدينة ظنين انه قد مات بعض المفسرين بيقولوا في اللحظة دي اللي هو ترجم فيها وصل لحد الموت شاف الرؤية قد يكون فعلا مات وبعدين صحي تاني بدليل انه هو لما قام من الرجم قام بصحة وعفية ودخل المدينة مرة تاني يكرز يبقى واضح انه هو جايز في اللحظة يكون فعلا اختطف الى السماء الثالث والموقف التاني في اعمال اتنين وعشرين يقول حدث لي بعدما رجعت الى قرشليم وكنت اصلي في الهيكل اني حصلت في غيبة غيبة معناها غيبوبة يعني احنا لو زينا بولس نلاقيه مش بيجاوب وهو مش هنا خالص ودي عاملة زي الكلمة اللي قالها القديس يحنى في سفر الرؤية كنت في الروح في يوم الرب لما شاف الرؤية قال كنت في الروح كنت في الروح معناها قد يكون ساب الجسد وطلع وقد يكون وهو لسه في الجسد ربنا بيوري له المناظر والاعلانات ويقرر مرة تاني معلمنا بولس الرسول يقول واعرف هذا الانسان يعني انا متأكد من معلومة كأنه واحد تاني بس هو عارف كويس قفل جسد ام خارج جسد لسته اعلم الله يعلم انه اختطف الى الفردوس يبقى السماء الثالثة هي الفردوس وعايزكم تركزوا معايا فيه فرق بين الفردوس اللي كان فيه آدم اللي هو اسمه الجنة والفردوس اللي اختطف اليه بولس الرسول الفردوس الاول كان على الارض فيه شجر وفيه حيوانات وطيور وفيه نهر او انهار وكان آدم عايش حياة على الارض لما اخطأ طرد برا الفردوس برا الجنة الكتاب المقدس سميها جنة والترجمة السبعينية نفس الجنة يسموها فردوس وكلمة الفردوس معناها حديقة بارا دايس بالانجليز وفي القداس بنسميها الفردوس يقول لك الذي جابلنا وخلقنا ووضعنا فيه فردوس النعيم عندما خلفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من حياة الابدية ونوفينا من فردوس النعيم هذا الفردوس القديم غرق في الطفاء بلوش وجود كمية الاشجار اللي ربنا زرعها من اجل الانسان كل ده اندفن تحت الارض وسبب الطفان وهو اللي معه الاف السنين عمل البترول اللي موجود في المنطقة دي اما الفردوس اللي احنا هنروحه هو اللي شافه معلمنا بولس بعد الانتقال الانسان يروح الفردوس زي ما قال السيد المسيح لللص اليمين الحق الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس واللي تقال عنه في صفر الرؤية من يغلب فسأعطيه ان يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله احفظوا المعلومات دي لما نموت هنروح الفردوس يوم القيامة هننزل من الفردوس للارض نتحد باكسادنا اللي هتبقى في المدافن ونقوم كلنا ونطير مع المسيح على السحاب ونروح مكان تاني غير الفردوس اسمه ملكوت السماوات او الابدية السعيدة او قدس الاقدس او الاقدس العليا ونكون مع الرب في كل حين اذا الفردوس اللي طلع اليه بولس الرسول هو مكان الانتظار على العكس بقى غير المؤمنين والاشرار لما يموتوا هيروحوا حتة اسمها الجحيم يوم القيامة كل النفوس اللي في الجحيم هتيجي تاني على الارض وتتحد بالاكساد الموجودة في المدافن ويقوم البشر كلهم اللي كانوا في الجحيم هيروحوا جهنم واللي كانوا في الفردوس يروحوا السماو ربنا اخذ بولس الى الفردوس يقول اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها كلمة لا ينطق بها معناها ما نقدرش نعبر عنها يعني ممكن واحد يسمع كلمة بلغة غريبة وتحاول ترددها ما تقدرش اش حال بقى لما يكون انت مثلا نزلت في فلد زي الصين ولا اليابان اللغات بتاعتهم غريبة قوي على ودن او في مجاهل افريقيا القبائل اللي هناك تتكلم بلغات غريبة في مرة كنت في السودان وبعدين قام قرار ليقدم ترانيم باللغة بتاعة النوبة وكان قاعد جنبي اب كاهن نوبي فبقوله طبعا انت الوحيد اللي فاهم الترانيم دي قال لي لأ تلو ازاي قال لي احنا عندنا حوالي الف قبيلة كل قبيلة لها لغة تانية والواحد يسمع ما يعرفش يردد الكلمات اش حال بقى لما يطلع السماء كلمة سمع كلمات لا ينطق بها معناها لا يمكن التعبير عنها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها معناها مش مسموح لانسان ان يتكلم به وهنا عايز اقول لكم معلومة مهمة مش مفروض ان احنا مهما حصل نصدق معلومات قالها واحد انه راح السماء وجهتين ليه لان احنا عندنا بقول لسرسول راح وجه وقال ما عبر عن اللي سمعت وشفت يحنى لما شاف الرؤية ربنا قال له اكتب فكان بيكتب بحذر يقول لك شبه كذا شبه كذا وعندنا ناس متأكدين ان هما متوا فعلا وقاموا ولم يتكلموا عن شيء شافوه زي العذر العذر قعد اربعة ايام مش عدة ساعات في الاربعة ايام دي شفت ايه العذر دهش يحكي عشان كده قال هنا سمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها اذا اراد الله ان يرسل الينا رسالة هيبقى هي الكتاب المقدس مش محتاجين حاجة جديدة لما حد يقول لك انا مت وجيت وقول لك اتوبه شكريا لان المعلومة دي موجودة في كتاب المقدس عايز اقول لكم ان الجحيم وحش جدا انت عارفين ان وحش جدا لان موجود في كتاب المقدس السماء متتوصفش موجود في كتاب المقدس علشان ما يبقاش فيه فرصة للشيطان يستخدم ناس يضللون بمعلومات خد يكون تودينا في حتة وحش عايزكم تخيلوا ان الشيطان خلى واحد ينطق ويقول انا رحت السماء ولقيت هناك اريوس قعد على العرش هتخلي كل الناس اريوسيين فاحنا لا خلينا في كتاب المقدس بولس الرسول اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لا يسوغ معناه غير مسموح لانسان ان يتكلم به زي ما ربنا قال لاشعية اعطيك زخائر الظلمة وكنوز المخابق لكي تعرف اني انا الرب الذي يدعوك باسمك اله اسرائيل حاجة اسمها زخائر الظلمة اللي هي كان الملوك يخبوها في حتة ظلمة في مخابق في القصور لا يستطيع حرامي يوصل اليها لكن اهل البيت عارفين اماكن زخائر الظلمة وكنوز المخابق فربنا بيقول له فيه كنوز محدش يعرفها انا هعرفها لك وعرفها البولس وهنعرفها لما نروح السماء مستعجلين ليه مستعجلين ليه يقول بقى من جهة هذا افتخر افتخر بالمجد اللي شفته ولكن من جهة نفسي لا افتخر الا بضعفاتي زي ما قال لنا قبل كده ان كان يجب الافتخر فسأفتخر بامور ضعفي فاني ان اردت ان افتخر لا اكون غبيا قبل كده قال لما اجي افتخر انا غبي دلوقتي قال مش هكون غبي ليه عايز يقول ما انا بتكلم بالحق لاني اقول الحق ولكني اتحاش انا مش عايز اتكلم لألا يظن احد من جهتي فوق ما يراني او يسمع مني يفكروا ان بولس اله يفكروا ان بولس ملاك ما هو لو قاعد يتكلم عن كل اللي شافه يقولك الناس تظن من جهتي تظن من جهتي اني اعظم بفرط الاعلانات عارف يعني ايه فرط ده ايه ده بولس الاسول كان بيشوف كل يوم منظر بفرط الاعلانات بفرط الاعلانات من الامراض يبدو ان التجربة اللي في جسده بتخلي مثلا عنده دمامل بطلع صديد ريحت وحشة وحاجة مقرفة لما يدخل يتكلم من ناس تبقى متأففة من منظره ومن ريحته قال انت بالذات تجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها بل كملاك من الله قبلتموني ابلتوني كأني ملاك وكأني المسيح يسو اذا كان عنده شوكة في الجسد سمى بقى الشوكة دي انها جياله من الشطاع لألا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع لألا يرتفع في عنين نفسه ربنا عايز يخفضه شوي ليه سماها ملاك الشيطان زي ما حصل ايام ايوب خرج الشيطان من حضرة الرب وضرب ايوب بقرح رديء من باطن قدامه الهامته كل جسمه بقى فيه قرح والمسيح قال كده عن المرأة المنحنية اللي ليها 18 سنة سنة جسمها محني الهديه هي ابنة ابراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة طيب هو بولس عنده شوكة في الجسد مرض خليه خدمته شوية متعطلة فيه فارق من واحد بصحته رايح جاي وتنطط ويقابل الناس بصح وفيه انسان يسندوه علشان يمشي او لو نظره ضعيف بيخلي حد يكتب رسالة وفي الاخر هو يوقع بحرف كبير زي ما قال قبل كده فبيقول انا من جهة هذا تضرعت الى رب ثلاث مرات ان يفارقني بول الصلة من اجل شفاء نفسه ثلاث مرات وربنا ولا سأل فيه ممكن يا رب هذا المرض يفارقني ممكن هذه الشوكة تسيبني ممكن الشيطان العمالي يكسر في جسمي دو تيبعد عني شوية بنا قاله لا يفكرنا بموسى النبي شوفوا الناس العظماء احنا لو طلبنا من ربنا طلب وتأخر نلحد موسى موسى يقول تدرعت الى رب في ذلك الوقت قائلا يا سيد الرب انت قد ابتدأت تري عبدك عظمتك ويدك الشديدة فانه اي اله في السماء وعلى الارض يعمل كاعمالك وكجبروتك دعني اعبر وارى الارض الجيدة التي في عبر الاردن هذا الجبل الجيد ولبنان لكن الرب غضب علي بسبب ولم يسمع لي بل قال لي الرب كفاك لا تعد تكلمني ايضا في هذا الامر عشان خاطرك بس اسعد الى رأس الفسجة وارفع عينيك الى الغرب والشمال والجنوب والشر وانظر بعينيك لكن لا تعبر هذا الارض مش ادخلك موسى رئيس الانبياء طلب من ربنا طلب وقال له مش هنفذه لك وبولس العظيم في الرسل تلات مرات يطلب من ربنا وقال له مش هعملك لانت عايز بينما احنا عندنا وعود كتيرة من ربنا ان احنا لما نصلي يستجيب يقول ربنا يسوع كل ما تطلبونه حينما تصلون فامنوا انت نالوه فيكون لكم كل اللي تطلبوه تلاقي واحد عيانه وكلنا بنصليله ويطول او يموت فييجي حد يقول مش ربنا كل ما تطلبونه في الصلاة وانتو مؤمنين يكون لكم نلقى طب ما استجابش ده قال لنا يكون اني قبل ما يدعون انا اجيب وفيما هم يتكلمون بعد انا اسمع احنا واسقين ويقول معلمنا يحن في رسالته الاولى وهذه هي الثقة التي لنا عنده انه انطلبنا شيئا حسب ما شئته يسمع لنا طب ما مشيت ربنا جيدة واحد عيان احنا مش بنقول له يا رب خليه يطلع يرقص ولا يمشي ويشرب خمرة بنقول له يشفى علشان يخدم ولاده فدي حسب مشيت وان كنا نعلم انه مهما طلبنا يسمع لنا نعلم ان لنا الطلبات اللي طلبناها منه في وعود كتيرة من ربنا ان احنا لما نصلي يستجيب بولس الرسول صلى ثلاث مرات وربنا ما استجبش وموسى طلب من ربنا يدخل ارض الموعد قال له لا تعد تكلمني في هذا الامر العجيب ان بولس الرسول كان بيشفي الناس وهو عيان في سفر الاعمال يقول كان الله يصنع على داي بولس قوات غير المعتادة حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او مآذر الى المرضى عارفين ايه المناديل والمآذر دي زي القطن اللي بيمسحه بيه الجروح حاجة يعني مقرفة ومعضية كانت الناس لما تلاقي بولس حد مسح له الجروح بتاعته يقولوا هات الاماشة دي بسرعة ويروح يحطوها على واحد مريض يخف فتزول عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريرة منهم وهو لسه قعد عيان لسه فيه مآذر ومناديل بيستخدموها لعلاجه والناس بتخف عامل زي بطرس برضو يقول كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على الفرش وأسرة أسرة جمع سرير حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منه عشان يخف مش حاجة عجيبة إن يكون الواحد عنده مقدرة يخف في الناس وهو عيان نحن على قال إن نقول له إياه الطبيب إيش في نفسك وطبعا القصتين دول عن بولي سبوترس بنذكرهم في اسم تسيام الرسل ونقول إن كان ظل أحدهما يشفي الأمراض وكانت منديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشرير بالرغم إن بوليس بيخفف الناس لكن ذكر في رسالته التانية إلى تلميذ وتميساوس يقول تروفيموس تركته في ميليتوس مريضا تم تخففه يقول لك ربنا ما أرادش وهرسلته إلى أهل فليبي قال لهم أنا أرسل إليكم أبا فروديتس أخي والعامل معي والمتجند معي والخادم الحاجاتي إذ كان مشطاقا إلى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا فأنه مرض قريبا من الموت لكن الله رحمه يعني شفاه وليس إياه وحده بل إياه أيضا رحمني لألا يكون لي حزن على حزن يقول إذا أنت بتشفي الأمراض والراجل ده بيخدم معاك يبقى مفروض المرض ما يقربش نحيته قال لا دعي وقار بالموت وقال لتلميذ وتميساوس لا تكن فيها بعد شراب ماء بل استعمل خمرا قليلا من أجل معادتك وأسقامك الكثير طيب إذا كان أسقامه كثيرة ومعادته تعبانة ما تشفي مش أنت بولس ودي الترياء اللي الناس بيترياء بها علينا لما نقول إن إحنا إلهنا إله معجزات وبعدين يبقى فيه واحد من أبائنا القدسين عيان وفي المستشفى وبيسافر يتعالج ولا بيموت يقول لك يا عم أنتوا بتخرفوا عليه بولس الرسول الذي يشفي الأمراض هو نفسه كان مريضا عشان كده لما بنطلب من ربنا الشفاء مفروض نقول له ولتكن مشيئتك المسيح نفسه في ليلة ألامه كان يصلق إلى يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت بولس الرسول فهم بعد كده إيه الحكمة من إنه بيطلب بالشفاء وربنا مش بيستجيب لأن ربنا قال له إيه تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل تكفيك تكفيك نعمتي يعني كفاء عليك إن أنا ما أديك نعمة إنت عايز تاخد نعمتي وتاخد الشفاء خلي المرض موجود لأنه بيكسرك شوية ما تبقاش عنيف ولا جديد ولا قوي ولا تتقبر ولا تضيع لكن ما تخافش هديك نعمة تكفيك نعمتي لأن قواتي في الضعف تكمل تكمل هنا معناها تحل كاملة وأرجوكم بنبهكم كتير ما تقولش قواتي في الضعف تكمل كل الناس حفظها تكمل مش عايف تكمل دي جامني لكن هي قواتي في الضعف تكمل تكمل يعني تحل كاملة وإحنا بنشوف بعينينا ناس في منتهى الضعف الجسدي ولكن في منتهى القوة الروحية ما ننساش المتنيح أمبدو مديوس مطراني الجيزة قعد سنين عديدة على كرسي بشلل في السنين العديدة دي خدم خدمة جبارة في إبرشية تقسمت بعد أن يحتو خمس إبرشيات وبنى كنايس وعمر ورسم كهنة واجتماعات كهنة وخدمة من نار حاجة عجيبة غير الأباء ربنا يديهم الصحة اللي هما لسه عايشين حبش نجيب سيدي حد هو عايش في ضعفهم إزاي بيخدم خدمة جبارة لأن المسيح قال كده قواتي في الضعف تكمل عشان عشان كده يقول معلمنا بولس فبكل سرور أفتخر بالحرية في ضعفات بكل سرور لكي تحل علي قوة المسيح زي ما قال معلمنا بطرس إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم ليه قال لأن روح المجد والله يحل عليكم ما اللي يعير معناه إنسان ضعيف لكن إيه رأيكم في واحد لسانه أطول منه واحد بس يمسه يطلع له زي المدفع يسكته فبقى قوي بلسانه لكن الثاني غلبان بيسمع التعيير ومش عايف يرد لأنه ملوش في اللسان الطويل ولا في الكلام الوحش فبيقول لو عيرتم باسم المسيح يبخت كم عشان روح المجد والله يحل عليكم لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاتهدات والضيقات لأجل المسيح لأن حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي كلكم حفظينها وجميلة حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي يقول معلمنا بولس في رسالة روميا نفتخر في الضيقات علمين أن الضيق ينشئ صبرا ومرتان يقول إن كنا يتألم معه لكي نتمجد أيضا معه ويقول في كرونسوس التانية ليه افتخار كثير من جهتكم قد امتلأت تعزية واستدت فرحا جدا في جميع دقاتنا تخيل واحد يسر بالضعفات في واحد يقبلها وفي واحد يتزمر لكن تخيل واحد بيسر بالضعفات والشتاء والضرورات والاضطهدات والضيقات لأجل المسيح لأنه فهم سرها حينما انا ضعيف فحيناء اذن انا قوي احنا بنتواجه في الحياة بمواقف كتيرة الواحد يرجع بيته حزين ومتدايق يقول بس اهلي مشكلتهم انهم مربوني عارف لو مربونيش كان زمان النهاردة خدت حقي تالت وامتلت ويبقى قاعد مش عارف ينام لانه اتغلب في الكلام مع ان الخصن ملوش حق افتكر النص ده حينما انا ضعيف فحيناء اذن انا قوي لان الانسان القوي بالسان او قوي بجتته او قوي بناسه او قوي بفلوسه قوته دي مزيفة وانتصار وانتصار مؤقت شوفوا منظر المسيح على الصليم اي واحد معدي يشوف الرجل على الصليب ده مهزوم والعتولة اللي واقفين حواليه دول رجال عرف ويجبوه ويصلبوه وهم رجعوا من عند الصليب مفتخرين انه هم انقذوا الهيكل وانقذوا التراث بتاعهم من الدلال بتاع يسوع النصري وبقى المنظر كأن الحق ضاع والدفن ثلاث ايام والضعيف بقى قوي يقول معلمنا بولس ان كان قد صلب عن ضعف لكنه حي بقوة الله فنحن ايضا ضعفاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم انا يرجع يقول قد صرت غبيا وانا افتخر انتم الزمتموني لانه كان ينبغي ان امدح منكم اذ لم انقش شيئا عن فائق الرسل وان كنت لست شيئا مين فائق الرسل طبعا الرسل الاثناشر كلهم حاجة كبيرة بس في وسط الاثناشر يلاقي فيه ناس متميزين يعني بطرس زين دراوس ويوحنى مثلا في لبس في ناس كان لها ايه كده يعني شخصياتها بارزة سماهم المعتبرين اعمدة قال اما المعتبرون انهم شيء مهما كانوا في الافارق عندي الله لا يأخذ بوجه انسان فان هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بشيء بل بالعكس ازرقوا اني اعتمنت على انجيل الغرلة كما بطرس على انجيل الختان فان الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل ايضا في للامم فقال يعني عمدة الرسل بطرس وعقوب يحنى لما سمعوا انا بكرس بايه لم يشيروا علي بشيء انتو الزمتموني اني افتخر بنفسي بغباء ما كانش صح كده كان مفروض انتو اللي تقوموا بهذا الدور لامني لم انقش شاء عن فائقي الرسل عشان اقرب لكم الفكرة ممكن واحد في كنيسته يكون ابونا اللي بيخدم الكنيسة انسان غلبان شوي وبعدين فيه اب كاهن بيلمع كده ودايما فيه القنوات الفضائية وله تسجيلات وليه خدمة حلوة قوي والناس كلها بتحبه يقولك اه ما يجب لناش واحد زي كده في كنيستنا يلهلبها شوي فابونا الغلبان ده يصعب علي نفس نقول طبعا ما نقاسيز زي زيه وخصوصا بقى لما يكون ابونا ده فعلا ليه خدمة كويسة وبيخدم جايز مالوش شهرة مالوش اسم رنان لكن خدم جيله حلو عارفين بنمدح وامتا لما يتنيح نقول ما شوف الناس زيه طبعا ما كنت تدلوح كلمتين حلبيين وهو عايش يعني تجبره بخطروا وتشجعوه احنا برضو بشر بنحتاج اللي يسندنا فقال لهم كان مفروض امدح منكم لاني انا ما نقستش حاجة عن بوترس ويعقوب ويوحنى وبقيت الرسل جايز بلد تانية تفتخر ان احنا اللي بشرنا فلا تم بولس يولي لا ياريتو كان عندنا بوترس بدل بولس شوفوا احنا كنيستنا العظيمة دي من كرس ديها ماري مورقس ماري مورقس ده في يوم من الايام بولس قال لا 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 ما ينفعش الذي فارقهما من منفلية ما ينفعش يجي معنا ورجع بعد كده قال له خد مورقس واحضره لي لانه ايه نافع لي للخدمة فاحيانا ناس تستقل بواحد يطلع جبار في خدمته كان ينبغي ان امدح منكم اذ لم انقش شاءنا عن فائق الرسل وان كنت لست شيئا يعني زي ايه ضربوا يلاقي لست شيئا يعني مش انا لانه في مرة قال ليس الغارج شيئا ولا الصاقي بل الله الذي ينمي وقال عن نفسه اخر الكل كأنه للسقط ظهر لي انا ايضا عارفين السقط اللي هو الجنين اللي تولد ميت سقط قال انا زي السقط اصغر الرسل انا الذي لست اهلا لان ادعى رسولا لان اتهت كنيسة الله بقول لكم يضربوا يلاقي يقول لك لست اهلا انا رسول اديك قلت يقول لهم بس انا رسول بس انت رسول غلبان يقول لهم امش اقل من فائق الرسل انت كده بتفتخر قال انا لست شيئا ومرة في افس اسأل لهم لي انا اصغر جميع القدسين اعطيت هذه النعمة ان ابشر بين الامم بغنى المسيح الذي لا يستقصى لا يستقصى معناها محد شيد يقدر يوصل لحد الاقصى وقال لهم ان علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بايات وعجائبة وقوات يعني زي بعض المثل اللي قلت من شوية ابونا الغلبان ده لما يعود يقولوله يا ابونا شميعنا افلام بيعمل يقولولهم عجائب وقوات فرميا قال لهم لا اجسر ان اتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي يعني انا مش بفتري واقول كلام ما حصلش بالقول والفعل بقوة ايات وعجائب بقوة روح الله حتى اني من ارشليم وما حولها الى اللير يكون اكملت التبشير بانجل المسيح وقال لأهل كرونسوس ان كنت لست رسولا الى اخرين فانما انا اليكم رسول انتم ختم رسالتي في الرب قال لهم ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنيس ايه الوليل عندكم اقول لكم حاجة واحدة بس ان انا متقلتش عليكم خدتش منكم فلوس سامحوني بهذا الظلم اعتبرت ذا ظلم ظلمتكم ان انا مخدتش منكم تبرعات سامحوني وبعدين يرهوا اذا المرة الثالثة انا مستعد ان اتي اليكم ولا اثق لعليكم يعني انا مش جاي برضو علشان تدوني حاجة انا مش عايز حاجة منكم لست اطل ما هو لكم بل اياكم عايز كم انتم مش عايز فلوسكم عايزكم انتم تحبوني لانه لا ينبغي ان الاولاد يظخرون للوالدين بل الوالدون للاولاد يعني ما سمعناش ان واحد بيحوش عشان ابوه يورسه لكن منسمع العكس الراجل يقولك برضو نخلي خميرة كده عشان العيال بعد ما نمشي احنا يلاقوا حاج فالوالدون يذخرون للاولاد مش العكس قال لهم انا ابوكم فانا متكفل اني اصرف عليكم واتعب ومش مستني منكم حاج بالزبط مشاعر الاب اللي مش عايز حاجة من اولاده الا ان يشوفهم طيبين كويسين وبيحبوه وبيودوه بيسألوا عليه وبيقبلوا نصحته بيحترموا وجوده مش عايز اكتر من كده قال لهم اما انا فبكل سرور انفق وانفق لاجل انفسكم وان كنت كلما احبكم اكثر وحب اقل انفق يعني بدفع فلوس انفق معناها انا نفسي بنحل وبضعف في الخدمة وبأستهلك صحيتي بتستنزف عشان خطرك انفق معناها بدفع حاجة انفق معناها انا اللي بدفع زي ما قال ل الاهل في لبي انسكبوا ايضا على دبيحة ايمانكم وخدمته اصر وافرح معكم اجمعين انسكب دي زي ما حاجة بتدلق كده تخيل هو بيعتبر صحته وبويته عفيته بينسكب كده وقال لأهل عشان ولاده يستفيد يلاقي في بعض منهم بيتعنوا فيه وكرهينه ومش قابلينه ومش طيقينه فيبقى زعلان ده والراعي العامل حقيقة جميلة جميلة الكبيرة سرور مامة لو سمحتي اصلا ملابسك مش حلوة واحنا عندنا الحفلة بتاعت التخرج في المدرسة كل واحد جاي بقى مامته وبابا حاجة شيك وانتي دي يبقى ايه سكينة بتطعن فيها اكتر من اي تعب تعبته قبل كده قال لهم إن كنتوا كلما احبكم اكثر وحب اقل فليكن قال لهم لستم متضيقين فينا بل متضيقين في احشائكم فجزاء لذلك اقول كما لأولادي كونوا انتم ايضا متسعين مش عايزين تحبوني زي منا بحبكم قال فليكن انا لم اسقل عليكم لكن إذ كنتوا محتالا اخذتكم بمكر كنتوا محتال دي سمعة طلت على بولس واخذتكم بمكر سمعة طلت عليه الراجل ده جه خلاكم تتسحروا ده مش كده ده مكار ده محتال فاني في ناس تصدق قال لهم طيب هل طمعت فيكم بأحد من الذين ارسلتهم اليكم اقبلونا لم نظلم احد لم نفسد احد لم نطمع في احد انتوا ليه بترددوا كلمات مش مظبوطة ليه تقول علي محتال واخذتكم ببكر ايه الغلطة اللي عملتها معاكم طلبتوا الى تيتوس وارسلتوا معه الاخ هل طمع فيكم تيتوس ام سلكنا بذات الروح الواحد اما بذات الخطوات الواحدة يعني مش أنا بس حتى الناس اللي انا ببعته لكم ناس كانوا عفاء محدش اخذ حاجة ولا حد ظلامكم ولا حد تعبكم في احد الكنيس لاحظ الاب الاسكوف ان ناس مبتعد عنه فراح فتح قال بقولهم انتوا زعلنين مني ليه انا يعني زعلتكم فيه فواحد شجاع كده اوقف قال يا سيد احنا بنخاف منك تخاف مني ليه يعني انت جديد قالهم طب انا بقالي كذا سنة معاكم مين فيكم انا شخط فيه مين فيكم طردت مين في الخدام قلتلو متخدمش مين في امناء الخدمة غيرتوا من مكان والمكان تاني ايه التدخلات العنيفة تدخلت فيها في حياتكم قلولي حاجة واحدة تخلوكوا زعلانين مني وخدين مني موقف مش بتحبوني سكتوا ليه طب انتوا تقولوا كده اتالي واحد عمال يشيا في وسط الخدام وفي وسط الناس ان الرجل ده بعده عنه مش عايزين مشاكل عنه اتقو شر العمام الكبيرة دي نبعد عنها بدأت الناس سكتوا ليه في ناس فعل ماكرون رسل كذبا زي ما قال بوليس الرسول قالوهم انا طمعت فيكم في شيء هل الناس اللي انا بعتهلكم حد فيهم طمع وعدين اتظنون ايضا ان انا نحتج اليكم امام الله في المسيح نتكلم ولكن كل ايه الاحباء لاجل بنيانكم يعني انا اذا كنت ساكت علشان بنائكم اذا كنت بتكلم وبفتخر علشان بنائكم مش عايزكم تعثروا فيا لو انا سكتت معناها مش عايزكم تعثروا فيا ان انا بفتخر بنفسي وانا افتخرت عايزكم ما تعثروش ان انا فلصو وتندمو ان انتو عرفتوني كل شيء لاجل بنيانكم لسنا نمدح انفسكم ايضا انفسنا ايضا لديكم بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لاب القلب عشان تتشجعوا وتقولوا لأ الراجل ده ما عماش فينا حاجة بحش لاني اخاف اذا جئت ان لأ جدكم كما اريد انا عايز اشوفكم بتحبوني بحبكم ومستقيمين في الايمان والدنيا مشي كويس خايف اجي ما لأ كومش زي ما عايز ووجد منكم كما لا تريدون وجد منكم كما لا تريدون انت عايزين يبقى بلطيف وكويس خايف ان انا اضطر اوريكم عن الحمر خايف انت خصومات ومحاسدات وصخطات وتحذبات ومذلمات ونميمات وتقبرات وتشويشات كلها مترتبة على بعض عشان كده قالوه في المرة ماذا تريدون ابعصا اتي اليكم اما المحبة وروح الوداعة عند الاتنية عايزين العين الحمر او رهالكم عايزين الطيبة والقلب كويس موجود فانا ببعث لكم الرسالة عشان خايف اجي نضطر يبقى فيه التصادل من الوحش دي خايف ان يزلني الهي عندكم امتى يزلوا ربنا لما يروح يلاقيهم ولسا عايشين في الخطي او فيه ناس انحرفوا عن الامان اذا جئت ايضا وانوحوا على كثيرين من الذين اخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها ما اكتر حاجة بيينة النبول الشديد لما حرم الراجل اللي متجوز مرتبوه فبيفسر انا ليه عملت موقف عنيف مع الراجل ده خايف اجي الغلط ما بيتوبش وقال لهم جزمت بهذا في نفسي قرار ان لا اتي اليكم ايضا في حزن مش اجلكم وانا حزين منكم لاني من حزن كثير وكآبة قلب كتبت اليكم بدموع كثيرة لا لكي تحزنوا بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم انه اب بالحقيقة يقول لهم يا اولادي الذين اتمخد بكم ايضا الى ان يتصور المسيح فيكم هنا واضح ان بولس وهو بيدافع عن رسوليته وجدنا في هذا الدفاع دروس كتير جدا 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 في حياتنا وخدمتنا وعلاقتنا مع بعض وبقى نموذج في كراسته ونموذج في الرسالة اللي بيقدمها لناس وفي نفس الوقت الدفاع عن نفسه لما وجد ان هناك خطر على الكنيسة مش على ذاته ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر